نروح بقى لموضوع تاني هو يمكن حير كل الأمهات ومازال محيرهم الحقيقة يبتبقى مش عارفة تعمل ايه في الموضوع ده فكرة ولادنا والتليفونات او الايباد طول الوقت الحقيقة ان الولاد مسكين على طول يا تليفون يا ايباد في ايديهم واكتر الأمهات يعني كانت بتبدأ فكرة ايه يلا عشان يتشغل باي حاجة او يتفرج على كارتون بس المشكلة ان الموضوع ده وصل بقى ان ما بقاش فيه سيطرة خالص على فكرة طول مدة التعرض للموبايل او الايباد مش بس كمان هو بيضيع وقتهم لا ده كمان بينعكس على الولاد نفسيا واجتماعيا بيخليهم كده عندهم شعور بالعزلة كل ده طبعا بسبب الموبايل طيب ازاي نمنع ادمان الموبايل من التأثير بقى كمان على الاسرة تعالوا كده نقول لكم على مجموعة من الخطوات المهمة وهي اول حاجة ان احنا لازم نحدد وقت التليفون بحيث الاولاد يبقوا مسكين وفين نخلي فيه مكان دايما في البيت مخصص للتفاعل العائلي يعني ممكن يكون ترابيزة السفرة ترابيزة اللي بناكل عليها ما يكونش فيه تماما موبايلات موجودة علشان نقدر كمان نقعد مع بعض ونتفاعل ويبقى فيه حوار مشترك ما بيننا وما بين كل افراد الاسرة اللي موجودة نخصص وقت كمان لانشطة العائلية بقى الممتعة الجميلة البعيدة عن الموبايلات زي مثلا الأمة ممكن تودي ولادها النادي ممكن يروحوا فيه أماكن كتيرة جدا من الحضائق عشان يمرسوا رياضة أو يخرجوا في أسحة في مكان اللي هي بيبقى فيها الطبيعة حلوة جدا كل ده كمان بيحسن من نفسيتهم وانت بقى كمان كأم أو كأب على فكرة مش الأمة بس برضو لازم تكونوا قدوة يعني نستخدم التليفون مش على طول الوقت المسكين قدام ولادنا مسكين التليفونات ما احنا برضو هيبصلنا فلازم احنا كمان ناخد بالنا من فكرة التحكم في الوقت من التليفون نتحكم في الوقت اللي بنقضيه على التطبيقات بتاعت التليفون يبقى فيه عندنا الإشعارات اللي بتجينا للحاجات المهمة بس إيميل مهم فيه حاجة مهمة جات لنا مش طول الوقت ماسك الموبايل قدامهم نقلل وقتنا خالص على الموبايل عشان لازم نكون قدوة لولادنا مهم قوي كمان يكون فيه قواعد في العيلة إنه ممنوع استخدام الموبايلات إمتى أثناء الأكل لا ينفعش يكون فيه موبايل أثناء الأكل حتى عشان يأكلوا كويس ونتكلم مع بعضين إحنا كأفراد أسرة وساعة ما يكونوا داخلين علشان يناموا فكرة التليفون دي ممنوعة تماما عشان حتى يناموا باستقرار وبهدوء عدم الرد كمان على المكالمات أو الرسائل أثناء الحديث مع حد تاني أنت قد تتكلم مع أخوك مع أختك مع مامتك مع باباك مفيش حاجة اسمها هنالتليفون رن أرد على التليفون وأسيب الشخص أن أنا بتكلم معاه كل الحاجات دي حاجات مهمة جدا لازم نكون حرصين عليها علشان تخلينا نستمتع بوقتنا وبنستغلوا في حاجات مفيدة استغلوا وقتكو في التفاعل مع الأسرة لأن أوقات الأسرة دي مش بتتعود بلاش نخلي الحاجات التكنولوجية والكلام ده تاخدنا بجد من أحلى لحظات حياتنا اللي بنعيشها مع أصدقائنا مع أفرد أسرتنا